لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أطرد بعقلك ونقمل بعقل وديرد بعقل وديرد بعقل يبقى الدين يبقى ولعوبة بين عقل البشر أنا برحب بيكم في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل وطبعاً إحنا في كل حلقة بنقدم العقل على النقل والحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن شيخ البخاري وكان هو اسمه الزهلي والزهلي كفر البخاري لأن البخاري قال إيه قال إن اللفظ بالقرآن مخلوق ويقول لنا كده قال الزهلي لا يسكني هذا الرجل في البلد فخشي البخاري وسافر ويقول لنا كده كمان وده شفناه في الحلقة اللي فاتت قال محمد بن أبي حاتم أتى رجل أبا عبدالله البخاري فقال يا أبا عبدالله إن فلاناً يكفرك فقال النبي إذا قال الرجل أخيه كافر فقد بقى به إحدهما يعني زي ما الزهلي كفر البخاري البخاري كمان كفر الزهلي والنهاردة من خلال حلقتنا هنعرف الشيوخ التي كفرت البخاري بس قبل ما نعرف الشيوخ التي كفرت البخاري لازم أعرفكم على الإمام أحمد بن حنبل ومحنته وفي حاجة كده المسلمين يعرفوها اسمها محنت الإمام أحمد بن حنبل محنت الإمام أحمد بن حنبل في الدولة العباسية كانت الحكام الخلفاء يعني خلفاء الدولة العباسية اقتنعوا برأي المعتزلة في مسألة خلق القرآن وأكبروا ناس كتير من العلماء إن هم يكونوا مكرهين إن هم يقولوا إن القرآن مخلوق وفي علماء فعلا استجابت للموضوع ده وقالوا إن القرآن مخلوق لكن الإمام أحمد بن حنبل مرضيش يستجيب ليهم وأصر على إن القرآن غير مخلوق وطبعا دعا الله الإمام أحمد بن حنبل دعا الله أنه لا يلتقي بالمأمون لأن المأمون استدعى ولكن أحمد بن حنبل اتسجى قبل ما فعلا يلتقي بالمأمون جي الخليفة اللي بعده اللي هو المعتصم فامتحن الإمام أحمد بن حنبل فالمعتصم قصد إصدار الإمام أحمد بن حنبل وازدحم الناس كتير جدا على بابه زي كأنه يومهيد وبسط بمجلسه بساطا ونصب كرسي وجلس عليه ثم قال احضروا أحمد بن حنبل فلما أحضروا وقف بين يديه وسلم عليه وقال له يا أحمد تكلم ولا تحف فقال الإمام أحمد والله ما دخلت عليك وما في قلبي مسقلة من الفزع فالمعتصم راح قال له ما تقول في القرآن فقال كلاب الله قديم غير مخلوق يعني أحمد بن حنبل أصر على كلامه وطبعا عزبة وجلدة ودي تسمى محنة الأمام أحمد بن حنبل طيب أنا ليه بقول أحمد بن حنبل لأنه هنشوف دلوقتي رأي أحمد بن حنبل وواحد كمان اسمه علي ابن المدينة في البخاري فأول مرجع هنقرأه شرح أصول اعتقاد أهل السنة لللكائي وده محمد حسن عبد الغفار بيقول كده اختلف السلف في قوله لفظي بالقرآن مخلوق فالإمام أحمد وعلي ابن المدينة وغيرهما يقولون من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو كافر يبقى احنا دلوقتي يعرفنا إيه إن واحد اسمه علي المدينة والإمام أحمد بن حنبل تطابق كلامهم مع كلام مين مع كلام الشيخ البخاري الزهالي إن اللي يقول الكرآن اللفظ بالقرآن مخلوق يبقى ده إيه كافر طيب خلينا بعد كده نشوف إن علي المدينة ده ده يعتبر من شيخ البخاري وده اللي احنا هنثبته في سير أعلام النبلاء نروح للكتاب سير أعلام النبلاء الطبقة الثانية عشر علي ابن المدينة بيقول إيه؟ بيقول سمعت البخاري يقول ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي ابن المدينة يعني إيه؟ يعني البخاري بيعترف إن علي ابن المدينة ده شيخه وبيستصغر نفسه بالمقرنة ليه؟ يعني علي ابن المدينة زي ما قلنا في الأول بيكفر مين؟ بيكفر من يقول باللفزة بالقرآن وأحمد بن حنبل بيعمل إيه كمان؟ أحمد بن حنبل من شيوخ البخاري وطبعا ومن علماء العراق وبرضو بيكفر البخاري طيب عايزين كمان نروح لأسماء تانية عصرة البخاري نتعرف كده على البلد اللي خرج منها البخاري هو طبعا مدينة اسمها إيه؟ اسمها بخارة ودي طبعا الإقليم خرصان والنقطة دي بيأكدها البخاري فخلينا نشوف كده في الحدث والمحدثين بيقول لنا كده وطبعا الإمام أحمد بن حنبل بيقول نفس الكلام فقال الإمام أحمد ما أخرجت خرصانة مثله ما أخرجت خرصانة مثل مين؟ مثل البخاري لأن البخاري ده كان عالم فعلا في وقته فده اعتراف من واحد زي أحمد بن حنبل بيقول على البخاري ما أخرجت خرصانة مثله ودلوقتي هنشوف من أهم علماء خرصان وهنتأكد من أهمية الكلام اللي قالوا من كتاب اسمه سير اعلام النبلاء الطبق الرابع عشر ابو زرع الرازي احنا هنتكلم عن واحد اسمه ابو زرع الرازي وهنثبت ان ابو زرع الرازي ده من شيوخ البخاري وهنشوف كلامه عن البخاري بيقول ايه قال ابن ابي حاتم سمعت يونس ابن عبدالاعلى يقول ما رأيت اكثر تواضعا من ابو زرعه هو وابو حاتم امامة خرساني احنا شفنا اسمين كمان زيادة واحد اسمه ايه ابو زرع وابو حاتم ودول من امامة خرسان يعني ناس معروفين في وقت البخاري طيب مين هو ابو زرع ابو زرع ده طبعا الرفض ياخد من البخاري وحنا هنتأكد من الكلام ده عشان البخاري كان متكفر خلينا نقرأ كده مع بعض في سير اعلام النبلاء الطبقة الرابع عشر ابو زرع الرازي سمعت احمد بن حنبل يقول صحة من الحديث سبعمائة الف حديث وكسر وهذا الفتى يعني ابو زرع حفظ ستمائة الف حديث يعني ابو زرع بيوازي مين يعني ابو زرع ده زي البخاري من طبقة البخاري يعني من نظراء البخاري يعني الراجل كان معروف في وقته طيب خلينا كمان نقرأ مع بعض انه هو بيقول سمعت ابا بكر ابن ابي شابه وقيل له من احفظ من رأيت قال ما رأيت احفظ من ابو زرع شوفوا لدرجة الشهرة بتاعته سمعت محمد بن اسحاق الصغاني يقول ابو زرع يشبه باحمد بن حنبل يعني فعلا كان راجل مشهور وشبه احمد بن حنبل يعني البخاري بعد البخاري ومسلم مين نقول مين بعد البخاري ومسلم نقول ابو حاتم الرازي خلينا نشوف ابو حاتم الرازي في سير اعلام النبلاء الطبقة الخامسة من ابو حاتم الرازي ابو حاتم الرازي ده اتولد سنة خمسة وتسعين ومائة وطبعا واول كتاب كتابه الحديث كان في سنة تسعة ومائتين وهو من نزراء برضو البخاري ومن طبقته يعني من نفس مستوى البخاري بس عمر بعد البخاري بعشرين سنة يعني يعني عاش بعد البخاري بعده بعشرين سنة هنشوف دلوقتي الموقف بتاعهم من البخاري نقرأ مع بعض في سير اعلام النبلاء الطبقة الرابعة عشر ابو عبدالله البخاري وذكر قصته مع محمد ابن يحيى الزهلي رحمه مع الله وده البرجع اللي احنا استشدنا بيه برضو الحلقة اللي فاتت بيقول كده قال عبدالرحمن ابي حاتم في الجرح والتعديل قاضي مع محمد ابن اسماعيل الرئي سنة خمسين ومائتين وسمع منهم مين سمع منهم ابو زرع اللي احنا متكلم عنه الحلقة دي وطرك حديثهم يبقى ابو عبدالرحمن وابو زرع تركوا حديثه عندما كتب إليهم مين كتب مين ليهم كتب محمد ابن يحيى اللي هو الزهلي طبعا واصهر عندهم بني صابور ان لفظه بالقرآن مخلوق يبقى اول واحد عرفنا اسمه ايه ابو زرع التاني اسمه ايه علي ابن المديني التالت اسمه ابو حاتم يبقى وابو زرع وابو حاتم اللي اتنين دولا من ائمة خرصون وطبعا احمد بن حمل احنا شفنا رأيه وشفنا رأيه الزهلي خلينا كمان نقرأ وسامات محمد بن حياكل قد اصهر هذا البخاري قول اللفظية واللفظية عندي شر من الجهمية يبقى احنا النهاردة تعرفنا على اهم الشيوخ اللي كفرت البخاري في وقت البخاري وكده احنا بنسبت فعلا ان البخاري كان في وقته كافر برأي الشيوخ وتابعوني الحلقة الجاية علشان هنتعرف اكتر واكتر على البخاري واللي ما شافش طبعا الحلقة اللي فاتت انا بقول له شوف الحلقة اللي فاتت عشان تقدر تربط كم عدد الشيوخ اللي كفروا البخاري في وقته ألقاكم في الحلقة القادمة لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أطرد بعقلك ونقمل بعقلك وده أرد بعقلك وده أطرد بعقلك يبقى الجن يبقى ولعوبة ما ينحقون البشر ترجمة نانسي قنقر